بعد النشاء الجوبيا صباح الخير مشاهدين أيضا الأجواء إن شاء الله ستكون أو تتشكل رعود منعزلة على أغلب المناطق الداخلية للوطن مرفوقة بتساغط بعض الأمطار إن شاء الله توقع تكتر عن الوطعية الجوبيا نبدأ بصورة القمر الإصطناعي توضحنا تشكل بعض الصحوب العابر على المناطق الداخلية حركة الرياح ستكون قوية خلال ظهيرة اليوم على شمال سحرى منطقة الواحات الثورة وكذلك على منطقة الأوراس الرياح قد تصل إلى 50 كم في الساعة توقعات الوطعية الجوبيا إن شاء الله خلال ظهيرة اليوم إذن تتشكل خلايا رعودية مرفوقة بتساغط أنطار على المناطق الداخلية للهضاب العليا ومنطقة الأوراس قد تمتد لتخص حتى السواحلة الشرقية وكذلك الغربية ونفس الوطعية الجوبيا ستخص شمال السحرى منطقة الواحات والساورة أما درجة الحرارة القص والمسجلة خلال ظاهرة اليوم 29 درجة بمعسكرة لمسان ومغنية 30 درجة إن شاء الله بتسمسيل 24 درجة لاتيزي وزول 26 درجة على وهران 24 درجة بعنابة 29 درجة بقلمة 27 درجة إن شاء الله على أم البواقي 32 درجة ببتنا 39 درجة لإليزي واجعنا 42 درجة فيما يخص إنصالح 43 درجة بأدرار و42 درجة بأقصى الجنوب الجزائري فيما يخص مشاهدين توقعات الوضعية الجوبيا إن شاء الله خلال ليلة اليوم دائما تتشكل بعض السحب العابرة على أغلب المناطق الشمالية خاصة الوسطى والشرقية وتتشكل العود منعزلة مرفوقة بتساقط أمطار أما درجة الحرارة الدنيا 14 درجة بالجزائر العاصمة والبوليدة نفس المقياس بيتيزي وزو 15 درجة بالنسبة لميلة وسعيدة 10 درجة على النعامة 11 درجة بتلمسان 15 درجة على كل من قلمة والسوق هراس 25 درجة بإليزي جانت إن صالح وأدرار 20 درجة بولاية بشار 21 درجة على غردة يازلفانة والمنيعة فيما يخص توقعات حالة البحر سيكون قليل الاستراب بلا مسترب الرياح ستكون قوية تقارب 50 كم في ساعة خاصة على السواحل الوسطى والشرقية الرؤية متوسطة وعلو الأمواج يتراوح بين المتر إلى المتر ونصف على أغلب السواحل الوطنية وفي الأخير نخص منشرتنا الجوبية بورقة المعلومات الفلكية لتخص غروب الشمس لجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين أكانت توقعات الوظايا الجوبية خلال النهار اليوم إن شاء الله أشكركم على كرم الإسرائي والمتابعة في أمان الله